الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم فهل عليها حرج في ذلك الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء أن الصلاة لها وقت في ابتدائها وانتهائها فلا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الوقت ولا يجوز أن يخرج الصلاة إلى ما بعد وقتها يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد قرر العلماء أن وقت العصر ينقسم إلى قسمين إلى وقت اختيار وإلى وقت اضطراف فأما وقت الاختيار فيبدأ بمصير ظل كل شيء مثله ويستمر وقت الاختيار إلى إصفرار الشمس لما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس فإذا كانت المرأة التي لا تجب عليها الجماعة تنام في أول وقت العصر أو قبيل دخول وقت العصر وتستيقظ قبل خروج الوقت المختار وتصلي في الوقت المختار فإنه لا بأس عليها ولا حرج في هذا التأخير إن شاء الله وأما إذا كان تأخيرها أو نومها سيفضي بها إلى إخراج الوقت عن إصفرار الشمس أو إلى مصير ظل كل شيء مثله فإنه يحرم عليها ذلك ولا يجوز لها أن تتعمده ولا ينبغي لها أن تنام إلا بعد أن تصلي العصر فعليها أن تحتسب أجر الاستيقاظ قليلاً والصبر على الضغبة في النوم حتى يؤذن العصر ثم تصلي ثم تنام إلى وقت المغرب فإذا كان نومها يخضي بها إلى إخراج صلاة العصر عن الوقت المختار بإصفرار الشمس فلا يجوز لها فعل ذلك وعليها أن تتقي الله فتصلي العصر في وقتها وأما إذا كانت ستستيقظ أو ستضبط ساعتها على الاستيقاظ قبل إصفرار الشمس بوقت يمكنها أن تتوضأ وتصلي قبل إصفرار الشمس وخروج الوقت المختار فإنه لا بأس عليها في تأخير الصلاة عن أول وقتها لأنها واجب موسع ويجوز فعل الواجب الموسع في أي أجزاء وقته والله أعلم